كرم الفريق سموه الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نعب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفائزين بالدورة العاشرة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه دورة عام الاستدامة كما كرم سموه الشركاء والدعمين للجائزة وعددا من العلمين الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة وأن سموه الفائزين وأسرهم على مشاركتهم المتميزة وأدائهم الطيب في هذه الجائزة التي تحمل مضامن القيم والأخلاقيات الإسلامية وأطلق الفريق سموه الشيخ سيف بن زايد آل انهيان بمناسبة مرور عشرة عوام على جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه الهوية المرئية الجديدة للجائزة والتي تعكس أهدافها الرئيسية ورؤيتها وتوجهاتها بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها الحضارية ترجمة نانسي قنقر